طيب الكمامة بقى الكمامة الكمامة يعني الموضوع قتل قولا فيها لكن الكمامة ما بتتلبسش بشكل عام أنا قاعد مع حضرك دلوقتي في البرنامج مش لابس كمامة وحضرك قاعدة مش لابس كمامة وده منطقي ليه؟ لأنه احنا المسافة ما بيننا مش قريبة إلى هذه الدرجة ونفس فكرة الجوانتي أنا مش محتاج ألبس الكمامة أو المسك الجراحي إلا في حالات معدودة جدا لو فرضنا أن أنا نازل المترو أو في وسيلة مواصلات ضيئة شوية أنا فعلا محتاج ألبس المسك الجراحي إلا هو خلاص بقى احنا في أوتوبيس ومسافات ضيئة فخلاص كيف ألبس الكمامة؟ لو أنا عندي فرد مصاب أي عدوى جهاز تنفسي مش بس سارس كوفيتيو أنا محتاج ألبس المسك لو أنا عندي دور برد عادي خالص وأعراض طفيفة جدا وخايف على أفراد أسرتي من أن أنا أنقل لهم العدوى دي أنا محتاج ألبس المسك طيب فيه الكمامة اللي هي الخفيفة دي اللي هي التتريمي على طول وفيه الكمامة اللي بيقولوا فيها فلتر وبتوعة فترة طويلة أنا دلوقتي أقلعها أحطها فين علشان برضو لو كانت أخدت حاجة تمام خلينا نقسم الكمامات اللي درقتين الكمامة الجراحية أو المسك الجراحي العادي اللي احنا بنشوفه اللي هو القماش اللي ليه اللونين ومحتاج هنا أقول نقطة مهمة جدا لأنه أنا بس مبارح اتعرضت الموقف غاية في الغرابة يعني فيه حد جاي بمسك وعمال بيقول لي لا أنا هلبسه من الناحية الملونة الزرقة عشان الناحية الملونة هي اللي بتحميني لو حد برا عنده الإصابة والناحية البيضة لو أنا مصاب الكلام ده مش ملهوش أي أساس من الصحة الكمامة معمولة بطريقة إنه الجانب العديمي اللوني اللي هو الأبيض ده ممتص لبخار الماء فأنا دايما محتاج إنه الجزء ده هو اللي يكون ناحية الأنف والفم لأنه البخار الماء اللي طالع مني أو النفس اللي طالع مني هيروح للجزء ده من الكمامة ومش هيخرج برا تمام والجزء الملون اللي هو الأزرق الأزرق أو الأخضر ده اللي محتاج يكون برا لأن ده ووتر بروف ده مضادل الماء تمام فلو حد حوالي أو في محيطي عطس كح أو هو بيتنفس مش هتواصلك هتفلتر هتفلتر الرزاز الماء أو البخار اللي خارجلي منه فتحميني منه لكن ما فيش أي صحة التانية بقى اللي هي بفلتر دي اللي قاله بتوعى الثلاثين أقولك بوضوح أقول لأستاذنا المشاهدين مش محتاجين أصلا بقى أصلا مش كنت تقولي قبل ما أجيبها تحديدا كل الناس وقعت في الأزمة دي وتمنها بقى غالي جدا أه دي غالي جدا واختفت اختفت من الألسوم كميقة طب وفي مستشفيات محتاجة تلبس أو أفراد تقم تمريد وأطباء محتاجين يلبسوا المسك بس محتاجة لبسها برضو لو أنا حدخل في مكان حيبقى في زحمة برضو خالص إيه دا طب ازاي الـ N95 بنلبسها اللي هي المسك اللي بفلتر دي اللي بفلتر دي بنلبسها عشان إحنا خايفين من إن العدوى اللي بالرزاز تتحول لانتقال عن طريق الهوى وده ما بيحصلش بأي حال من الأحوال إلا جوه المؤسسات الصحية جوه المستشفيات يعني دا عايز يتلبس للمتخصصين فقط بالضبط اللي هو زي التمريد زي دا كاترة لأ أنا أرجوك يقول الجملة دي تاني إن الكمامة اللي بفلتر دي للاستخدام المتخصصين فقط في مجال الصحة ومجال الطب سواء فريق التمريد أو فريق الأطباء إحنا بنقول إنه طريقة العدوى للفيروس هي بالرزاز لكن في ممارسة طبية أنا ممكن أو إجراء طبي أنا أعمله للمريد المصاب جوه المؤسسة الصحية يحول لحظيا ما بتكلمش بشكل عام عشان دا هيعمل ضعر ونقول إنه الفيروس بتدى يتنقل بالهوى لا دا مش حقيق والمثبت إنه الفيروس بيتنقل حتى الآن بالرزاز سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ما نسبقش الأحداث وطبعا فيه يعني إنفوغرافز كتير جدا نتعاملت وغرافك كتير جدا للتوضع